بسم الله الرحمن الرحيم سنبدأ الآن في تناول إحدى الوظائف الإدارية الأساسية وهي وظيفة الرقابة الإدارية فتوقع بعد قراءتك وسماعك لهذا الجزء من المحاضرات أن تكون قد تفهمت ما يلي طبيعة الرقابة وأهميتها بالمنظمات متى تكون الرقابة فعالة ومتى لا تكون كذلك أنماط واستراتيجيات الرقابة خطوات عملية الرقابة وزيادة فعليتها وسنبدأ الآن في تعريف عملية الرقابة الإدارية من خلال مفهوم الرقابة الإدارية يمكن تعريفها على أنها عملية مستمرة تبدأ بعد وضع الخطط وتستمر أثناء تنفيذها بهدف الوصول إلى الأهداف المحددة سلفا في الخطط وذلك بهدف الحصول على المعلومات التي تفيد في تحديد مدى الالتزام بالخطط الحالية وتحديد الانحرافات عنها إن وجد والعمل على علاج هذه الانحرافات ومنع حدوثها في المستقبل والاستفادة من تلك المعلومات في وضع الخطط المستقبلية سنأتي الآن إلى أهمية وأهداف الرقابة الإدارية من التعريف السابق يتضح لنا أهمية الرقابة الإدارية في عدة نقاط أولا أنها تساعد في تحديد مدى الالتزام بالخطة الحالية كما أنها تساعد في تحديد الانحرافات عن الخطط ثالثا تساعد الرقابة في علاج الانحراف عن الخطط الحالية كما أنها تساعد في عدم تقرار الأخطاء والانحرافات أولا بأول كما أن الرقابة تلعب دورا هاما في وضع الخطط اللاحقة في المستقبل يمكن تناول أيضا المبادئ الأساسية للرقابة الإدارية والتي تحكم مصيفة الرقابة وهي كالتالي أولا أن هدف الرقابة لابد أن يقود إلى تسهيل تحقيق الأهداف المطلوبة اثنين لكي تكون هناك رقابة فلابد أن تكون هناك معايير واضحة وأن تكون تلك المعايير سهلة وقابلة للقياس ثالثا تأسيس مراكز رقابية في العمليات الانتاجية أو المواقع الإدارية بحيث تغطي أهم جوانب النشاط في المنظمة والتي يحتمل حدوث فيها الأخطاء بشكل يكلف المنظمة أموالا باهظة رابعا التصحيح بمعنى ستزداد كفاءة الرقابة الإدارية وفعالياتها من خلال عملية الإشراف والمقارنة بين النتائج والمعايير والتصحيح وبطبيعة الحال فإن الرقابة دون تصحيح لا تقود إلى تحقيق الأهداف المطلوبة منها خامسا وأخيرا فإن مبدأ المرونة من المبادئ الأساسية في عملية الرقابة الإدارية وهذا المبدأ يتطلب أن يخضع أسلوب الرقابة إلى التغيير إذا تغيرت الظروف نأتي الآن إلى أنماط والستراتيجيات الرقابة ويمكن تقسيم الرقابة الإدارية إلى عدة أنواع أولا الرقابة وفق توقيت إجرائيها ويمكن تقسيم الرقابة وفق هذا المعيار إلى سلاسة أنواع هما الرقابة التنبؤية أي قبل بدء العمل وتعني اكتشاف الإنحرفات قبل حدوثها والتنبؤ بها ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل وقوع الأحداث ثانيا الرقابة أثناء التنفيذ أو أثناء العمل وهي اكتشاف الإنحرفات أثناء التنفيذ ومن ثم اتخاذ الإجراءات اللازمة للعلاج أولا بأول ثالثا الرقابة التاريخية بعد انتهاء العمل وهي الاستفادة من الحراف أو الأخطاء الذي حدث في الماضي وأثناء القيام بوضع الخطط المستقبلية يتم تلافي ذلك المعيار الثاني في تقسيم الرقابة يمكن تقسيمها إلى الرقابة داخلية ورقابة خارجية والرقابة الخارجية تقوم على الاعتقاد بأن العاملين مدفعون أصلا بحوافز خارجية ويحتاجون لأن يكونوا تحت سيطرة مديرهم وتتضمن الاستراتيجية الفاعلة للرقابة الخارجية سلاسة اعتبارات ضمن مراحل الرقابة أولا ففي المرحلة الأولى يتعين تحديد معدلات أو معايير للأداء طموحة نسبيا لتوليد أقصى جهد من أعضاء فريق العمل وضغط متى الانحراف الأقل لما يمكن المرحلة الثانية يجب وضع المقييس بدقة بحيث لا يلتفت أو يناور العاملون حول تلك المقييس المرحلة الثالثة يجب فيها ربط المكافآت مباشرة بالأداء والرقابة الخارجية عدة مزايا أولا يبذل العاملون خلال الرقابة الخارجية طاقة عالية في تحقيق الأهداف لأنهم يدركون أن الأداء الجيد يؤدي إلى المكافأة وهذا لا يمنع أن للرقابة الخارجية بعض العيوب يمكن تحديدها فيه أنه قد يعمل الأفراد لبلوغ معدلات الأداء لكنهم لا يكونوا ملتدمين تماما وعلى ولاء كاف للمنظمة كذلك قد يبذل العاملون جهدا كبيرا لبلوغ معدلات الأداء ويهملون نتيجة لذلك اعتبارات أخرى مثل خدمة العميل نأتي الآن إلى الرقابة الداخلية حيث تقوم هذه الرقابة على أعتقاد العاملين بأنه يمكن تحفيذهم ودفعهم وبناء التزام ذاتي داخلهم نحو تحقيق الأهداف التنظيمية ويتطلب ذلك تصميم استراتيجية فاعلة للرقابة الداخلية تراعي ثلاث أعتبارات أساسية ضمن مراحل الرقابة تشمل المرحلة الأولى أن يشترك المرؤوسين في تحديد الأهداف لتستخدم فيما بعد كمعيير للأداء بهدف الرقابة أما المرحلة الثانية يتعين استخدام معيير الأداء لحل المشكلات أكثر من استخدامها للأقاب أو اللوم وعند ملاحظة نحن رفعت عن المعيار يجب أن يكتمع الرؤساء والمرؤوسين لمعالجة الأمر المرحلة الثالثة يتم تقييم الإسهام الكل للموظف وليس فقط متى تمكنه في سمة أو سمتين فقط للأداء وتتميز الرقابة الداخلية بأنها تؤدي إلى التزام عالي من العاملين تجاه تحقق الأهداف ومن ثم فإنها تولي الطاقة أكبر على الأداء كذلك تشجع هذا النوع من الرقابة على انسياب الاتصالات والمعلومات رأسياً وفقياً عن مصارات العمل ونوع وحجم المشكلات التي قد تحدث إلا أن هذا النوع من الرقابة لا يخلو من بعض العيوب حيث أنها تدفع العاملين لتحديد معيير أو معدلات أداء سهلة لأنفسهم كذلك قد يفقد المشرف الرقابة على المرؤوسين ويشعر بأنه لا حول له ولا قوة نتيجة لذلك كذلك أن نظام الرقابة الداخلية قد يسبب المشكلات في تقديم مكافآت عادلة لأن مع معدلات الأداء تكون سهلة ومتهاونة فيصعب قياس الأداء الجيد أو المتميز كذلك لا يعتبر نظام الرقابة الداخلية جيداً بالضرورة وكذلك لا يمكن اعتبار نظام الرقابة الخارجية سيئاً بالضرورة فنظم الرقابة الداخلية تعمل جيداً عندما أولاً تتواجد عمالة عالية المهارة وجيدة التحفيز وإذا تبقت بحكمة وتعقل وموضوعية وحساسية كما أن نظم الرقابة الخارجية يمكن الاعتماد عليها تماماً إذا لم تتوافر العوامل السابقة نأتي إلى التقسيم الثالث لأنواع الرقابة وهي الرقابة الوقائية والرقابة العلاجية الرقابة الوقائية تعني هي تلك التي تمارس بهدف توقي أو تجنب انحراف أو أداء خاطئ ومن ثم تقل الحاجة لصنع قرارات علاجية أو تصحيحية وتعمل اللوائح والقواعد والإجراءات وبرامج التدريب كأدوات أساسية للرقابة المانعة فهي تضح حدوداً لسلوكيات العاملين التي يجب أن يلتزم بها حيث لا تنحارف هذه السلوكيات عن المعايير بينما الرقابة العلاجية أو التصحيحية فتهدف لإعادة الأداء أو السلوك إلى جادة الصواب أي إلى التوافق مع المعايير المخططة ترجمة نانسي قنقر